بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه من ولاه وبدنا كان لك يكل ديشان دي بلين قرر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتظروا الناس بحلقة رقم 2 اربية دورة نقاس بدين بسم الله الرحمن الرحيم وبركاته من تواسر الله نكتب العلم اتبعه لان مرتبة منهم انتظروا النار لذلك يجب أن نتحدث عن ذلك ونحن نتحدث عن ذلك إن شاء الله العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما علم إنسان عز نوانيسان إنسان خالص شك ويقين 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 أن تحافظ ويقين الأمر هاتف يقصح متفدًا ما أسمعه الأمر يشير منه الإبعداء الإبعداء يعني كمثال كلم نعرفة كاملة ممتازة كاملة يعني تحسير كلم نعرفة يدفع على أنه ممتازة أمر أدفع هاتف معنى العلم يعني العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً ومراتب الإدراك ستة طيب إدراكا جازما ينخل نا ين إدراك يعني أرنا كامل قن يعني شكوى نقاضي بمؤكد قن ناسا نعتنل نان أهل العلم قسم نخلو علماء قسم نخلو ناسا نعتنل إن شاء رحنا كتابه قسم نخلو ولت نقطة لسيه اللم ولت لقم لسيه اللم لاري سيذكرنا الله نقوم وليدنا إن شاء الله يعني لاري العلم هو إدراك الشي على ما هو عليه إدراكا جازما نعم نعم نجابه لكن إن شاء الله إن أنشاء الله أرنه 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 كامل نواني سنك نهب انتسانك جاب لدن انتسانك مثلا نقران سنك نرنخوا نين نرنخوا نين نرنخوا نين مثلا جارواني جاب إلا إياخد سنعتوانا نيم مشكلة لأن لكن الله سبحانه وتعالى هنبو وابل نرنخون له نين نتونجي لقيموا نان سلف بسم الله الرحمن الرحيم فإن العلم يُترى المعرفة أو البيت they will not be sure they will not study وإنسان المخفضين فإن احساب الله وهو فإدراك الشيء على ما هو عليه إدراك بشكل يوجد فإن هذه الكثير من البيت فإن هذه الكثير من الفئة إذا كان إدراك الشيء على عدة المعرفة زوجه مركب فإن هذا الكثير من ours وهو إدراك شيء على وجه يخالف ما هو عليه. إنسان عز وفهمك للأداء ولكن يغطنيهم الحكس فهمك. سجري الوهم وهو إدراك شيء مع احتمال ضد راجح. هنالك موضوعية في أنه يبقى فهمك للأداء ولكنه يكشف في تصيبهم الأداء. كما ترقى إدراك شيء مع احتمال المساوية. لأنك تبعى كل الكلام بنية فقط في تلك الأرواق، وكذلك العمد من أني تبردون وشراء ألف من أنك ، فإنك يبدو أنك تصاوي بك وأنك تتفيدون من أنك تتفيدون وكذلك وأنك تريدون أنك تفيدون من أنك تفيدون يجب أن يكون مراجعة. يجب أن يقول عنهم يقول أن يكون الشيوان سبقاً فالعلم أجل إجابة، كتبه، مواصلة بأيانه انظمة أجل أجل بالعشفة، إنظمة أجل الإدراك بالشيئ ما يحدث دائماً أظن كيف كان يقولني إنني يعني إنك أنا أطبق مانا تكيير ولكن في الحقيقة علينا أن تتأكد من أخ الله أنه يحدث من عنه وفعا تلك المعليم وفعا تلك المعلم Parah والأعتماد أن يتعلمون خلاله وفعا تلك المعلم وفعا تلك المعلمين من لتقصى هذا علم نبذره وعلم نبذره وأن علم ضروري ما يكون ذلك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال كالعلم بأن النار حارة مثلا العلم اللي نعا كان قسمسك اللي نعا كان قسمسك علم علم ضروري وعلم نظري العلم ضروري لازم أرؤتها لشهره مثلا أنه لغا نام بربردو العلم طرح أو مشامل لغا نام بربردو ولا بها يمدوكا اكنا لها اللي اتقرنا ويخبر برده كلهم نين علم شنون اخوانا نين علم دروري قنا علما بك علم نذري نين يغي يعني يحتاج الى نظر واستدلال واستدلال كالعلم بوجوب النية في الوضوء نين يغي ورا جربدهن نين يعني نية جربده ونينيخ نينيخ 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 نين علم ن Berkeley وعلم ضروري Tylman Balla يقول بسم الله الرحمن الرحيم هكذا الله أنه يجب عليك تعلم أربع مسائل العلم هو معرفة الله والعلم يقول ننقوه هو معرفة الله والثانية معرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والثالثة معرفة دين الإسلام بالأدلة والثانية العمل به والثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه نيل دوينا وقلنا إن شاء الله بإذن الله عز وجل إنها يعني العلم معرفة الله يكون كو إن سيقوى سنحاة نسلف ذكرنا لنا حقا جابرة من ربك وما نبيك وما دينك نيل نقل نجرب صونا نيل بإذن الله عز وجل وقرأني يقول جاء سوها بإذن الله يقول مؤلف معرفة الله أي معرفة الله عز وجل بالقلب معرفة تستلزم قبول ما شرعه والإدعان والانقياد له وتحكيم شريعته التي جاء بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ويتعرف العبد على ربه بالنظر في الآيات الشرعية في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر في الآيات الكونية التي هي المخلوقات فإن الإنسان كلما نذر في تلك الآيات ازداد علما بخالقه ومعبوده قال الله عز وجل وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون طيب الله سبحانه وتعالى نتور يكونن نمكهن جاء سوها بنار نكونن له يعني يقين جربده أرئن كامل نيدن بي لاورشا قبر يقرح إدعان إسراء انقياد إسراء جار أمرود جار يود نقود فرنا نطبقنا ولا جربده لبكدر رأخلو أرئن كامل جربده النبي صلى الله عليه وسلم انتهو بشريعت الله سبحانه وتعالى قم دخلو القرآن إننا نسأل إلن جار سررتو اللي قرصوك معنا هاگن اللي غرية ويقولن له أن آيات المخلوقات سماوات نبر عستر نجيت بحر نهر كن في خذك وفي أنفسكم فلا تبسروا فلا ينظرنا إلى القبل كيف خلقت يعني إننا نأشأ على نهاب رفراتين إننا نأشأ نكونا نهر لازم أكد لك إن الله سبحانه وتعالى نقل نستهلك ونقل ننس خلقه ودليل نعصقهنا ويقولنا وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون أي معانين جارسي أرنا معنا هقم يعني نهبني دونكم هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسحبه وسلم شكرا